وخلال استضافتها في نشرة سابقة أكدت سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى أن مظاهر المشاركة في الحقوق السياسية ومباشرتها في العهد الزاهل لجلالة الملك المعظم يتمثل في عمل المرأة في السلطة التشريعية طبعا عمل المرأة في السلطة التشريعية هو أهم مظهر من مظاهر المشاركة في الحقوق السياسية ومباشرتها المتتبع طبعا منذ مباشرة هذا الحق وعودة الحياة النيابية نجد أن نسبة تواجد المرأة في المجلس النيابي ونسبتها في السلطة التشريعية في ارتفاع حتى بلقت نسبة 73% بالازدياد في مرحلة الانتخاب في المجال البرلماني أيضا تجد أن التقدم في المجال التشريعي أصبحت من ضمن أعضاء هيئة المكتب من ضمن رأستها لكثير من اللجان التي خرجت عن الإطار التقليدي وأصبحت في اللجان المتخصصة نوعا ما في مجال الأمن والدفاع وكذلك للجنة التشريعية والقانونية مشاركة المرأة في البرلمان أيضا امتدت إلى مشاركة خضاعة للجانب الإقليمي وكذلك الدولي وتواجدت في عدد من هذه الهيئات ترجمة نانسي قنقر